بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين يقول الله تعالى في سورة الإسراء آمرا عباده ببر الوالدين وموجها للدعاء لهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم يذكر الحق سبحانه وتعالى في سياق هذا الدعاء بعض من شرائط الإيمان وخصائص الإسلام ألا وهي عبادة المولى سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وبعد كده أتبع ذلك بالأمر ببر الوالدين لكون الوالدين السبب الظاهر في وجود الأولاد فقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني أوجب وكتب وأمر ربك ألا تعبدوا غيره لأن معنى العبادة هي نهاية التعظيم ولا طليق إلا بمن له الإنعام الإفضال حقيقة على عباده ولا منعم إلا هو سبحانه وتعالى ثم قال عز وجل وبالوالدين إحسانا أي وأن تحسنوا إلى الوالدين وتقوموا بواجب البر بهما لتفوزوا برضى الله تعالى ويكون جزائكم من جنس العمل بتاعكم اللي عملتم في الدنيا فإذا أنتم أحسنتم بالوالدين وبررتم بهما كان جزائكم الإحسان هل جزاءوا الإحسان إلا الإحسان؟ وأمر سبحانه وتعالى بالإحسان إليهما ليه؟ هما سبب الوجود وهم كمان أمرك بدا بسبب شفاقة الوالدين على الولد كل أب وكل أم بيبذل الجهد غاية وأقصى الجهد في إيصال الخير إلى أولاده وإنه يبعد الضر عنهم قدر استطاعتهما وإن الأب والأم أحسن إلى الصغير في صغر وهو في غاية الضعف مش قادر يمشي هما بيسندوه هما بيدربوه هما بيعلموه كنا في الصغر في غاية الضعف ونهاية العجز وأخذ الوالدين الكريمان بأيدينا إلى إنه الإنسان كبر وقدر أنه يعتمد على نفسه فده يستوجب منك إيه؟ ده يستوجب منك الشكر فوجب أن يقابل إحسان الوالدين بالشكر لهما وهو الإحسان إليهما في كل وقت وبالذات عند الكبر امتثالا لقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إنك أنت في القرآن إما يبلغنا عندك الكبر وإنت لابد أن تشكر وأكتر حد لابد أن تشكر له بعض الله الوالدين والنبي عليه الصلاة والسلام عموما علمنا أن نشكر الناس على ما أسدوه إلينا من معروف من باب الوفاء من لم يشكر الناس لم يشكر الله وما أنعم أحد من المخلوقين على الإنسان مثل ما أنعم الوالدان عليه فكان واجبا على كل إنسان منه شكر النعم شكر هذه النعم بالبر بالوالدين الكريمين البر والإحسان والدعاء لهما وبعد كده في صياق هذا الحديث عن حق الوالدين والوصية بهما يفصل الحق سبحانه وتعالى ما يجب للوالدين الكريمين من الإحسان بقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الزل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرة يعني إذا وصل الوالدان أو مثلا واحد منهم كان كبير أوي أو الاتنين كانوا كبار في السن وصلوا لمرحلة الكبر اللي هي الضعف والعجز وصار في حال هذا الكبر اللي يحتاج معاه الإنسان إلى مزيد من الرعاية والعناية والحماية زي ما احنا وكنا صغيرين عند الوالدين في صغرنا بنحتاج إلى الحماية والرعاية فوجب علينا أن نشفق على الوالدين ونحن عليهم حنوا مضاعفا في هذه الحال وفي تلك المرحلة ونحن نعملهم معاملة الشاكر لصاحب النعمة عليه أبوك وأمك أصحاب نعم كبيرة وكثيرة لا تعد ولا تحصن فأما عملهم أعملهم معاملة الشاكر لصاحب الفضل والنعمة عليه ولذلك الله سبحانه وتعالى يوجه العباد إلى ما فيه الخير والرشاد لهما في الدنيا والآخرة فبيدلك بيعلمك إزاي يكون البر بهما وبيتجلى ذلك في أمور خمسة ذكرتها الآية الكريمة أول شيء وهو وصاك عند الكبر بالذات عند الكبر لأن دي مرحلة الإنسان بيبقى في ضعف شديد وكل صفاته في الكبر اللي كانت صعبة بتبقى مضاعفة في الصغر كانت صعبة بتكون عند الكبر مضاعفة جدا فبيقولك أول حاجة ما تتأففش من شيء تراه من الوالدين أو من أحدهما دون الآخر مما يتأذى به الناس عادة تصرفات شوية بتبقى مرهقة فإن تتأخذها فتتأفف منهما وتظهر هذا الحال لا لابد أن يتحلى الإنسان بالصبر واحتسب الأجر على الصبر ده عند الله زي ما هم كمان صبر عليك في صغرك وضعفك وعجزك واحتياجك الأمر الثاني اللي دلت عليه سياق الآيات الكريمات إن أنت كمان لما تتعامل مع الوالدين وبالذات الأم ما تنغص عليهم بالكلام اللي فيه زجر ونهي ليهم حتى لو هم ده معناه إن هم حيقولوا كلام يعني ممكن ما يبقاش شوية مريح ليك مش هادئ ربما يدايق ربما يكون مستفز ربما يكون مفهوش التركيز الكامل فلا لابد إنك أنت تمنع نفسك من إنك تظهر المخلفة ليهم بالقول على إنك ترد عليهم في الكلام أولا اللي أنتو بتقولوه ده مش صح والصح كذا وكذا عشان تثبت لهم الحق كذا خلاف اللي هم بيقولوه لا خلي بالك عند الكبر دي مرحلة مختلفة تماما عما كانوا معاك في صغرهما الأمر الثالث المهم اللي أشارت إليه الآيات الكريمات إنك يبقى أنت مش ولا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما يبقى أنا مش هتأفف ولا حنهرهم حتى لو قالوا كلام غلط والنقطة التالتة وقل لهما قولا كريما أن تقول لهما قولا وكلاما طيبا حسنا تنطقيه كلام طيب مقرون بالاحترام والإكبار للوالدين وده مما يقتضيه حسن الأدب وبترشد إليه المروءة ما ترفعش صوتك أمامهم على أي حاجة ولا عليهم ولا تحدق فيهما بنظرك النبي كان يقول من حد النظر إلى والديه فقد عقهما اللي يبرق لهم كده واللي يبصلهم بصة فيها زجر وقع في العقوق فاحذر من ذلك الأمر التالت اللي أشارت إليه الآية الكريمة واخطض لهما جناح الذل من الرحمة يعني تواضع معهم قوي تذلل معهم زي العبد اللي في يدي سيده تذلل شوف أنت وأنت صغير كانوا بيعودوا يدادوك إزاي ويطبطبوا عليك ويتحيلوا عليك تاكل نفس القصة دي أنت هتعملها ليهم عند الكبر تتذلل تخضع تكون تحت رجليهم تتحمل ما يأتي منهم من أذى ومهما اللي هتعمله ده أنت مشاكر لفضل الوالدين عليك وتطيع الوالدين فيما أمرك به ما لم يكن معصي لله تعالى رحمة منك بهما وشفقة عليهما ومثلت الآية الكريمة حال الإنسان في تواضعه مع والديه وبالذات عند الكبر بحال الطائر إذا أراد ضم فرخه إليه عشان يحنوا عليه وياخد باله منه ويربيه الطائر بيعمل ايه؟ بيخفض له لولاده يعني لفرخه الصغير جناحه يخفضه كده عشان يعرف يضمهم ويخده ويحتويهم فكأنه قال للولد والولد في اللغة العربية بتطلق على الذكر والأنسة رجلاً كان أو امرأة واخفض لهم جناحة ذل من الرحمة يعني أكفل والديك بإنك تضمهم إلى نفسك وتخذهم لحنانك وعطفك ورعيتك وإحترامك وإكبارك زي ما هم كمان كانوا بيعملوا معاك في حال صغرك ثم كان الأمر الخامس قال لك واخفض لهما جناحة ذل من الرحمة وقل يعني أدعوا لهما بهذا الدعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة أن تدعوا الله تعالى أن يرحمهما برحمته الشاملة جزاءً لهما ووفاءً وبراً بحقهما فكأن لسان حالك بيقول أو رب ارحمهما وتعطف على والدي بمغفرتك ورحمتك كما تعطف علي يا مولاي في صغري فرحماني وربياني صغيرة إلى إنك حتى إنك يعني بقيت مستقل في حياتك قائم بنفسك قدرت تعتمد على نفسك افتكر ده عشان كده في دعاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أولد صالح يدعو له فإنت كمان تكسر لهما من هذا الدعاء والدعاء ده وهم أحياء وهم أموات والبر مستمر بهم أحياء وأموات كما سنرى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء التأكيد على وجوب بر الوالدين والترهيب فيه والترهيب كمان من إنك تؤع في عقوق الوالدين من ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رضى الرب في رضى الوالدين وسخطه في سخطهما يعني أنت ما حتقوم بحق الله ولا بد أن تشكر للوالدين وتقوم بحقهما وبرهما لو أمت بحق الله دون حق الوالدين لا يقبل من انتبه إلى ذلك وبر الأم طبعا مقدم على بر الأب لما رواه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بحصن صحابتي فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أمك قال ثم من يا رسول الله قال أمك قال ثم من يا رسول الله قال أمك قال ثم من قال أبوك فالأم لها ثلاث أضعاف حق الأب لا بد أن نقوم بحقها ورعايتها وإن لأم لسه عيشة يحاول ويكتهد في أنه يفوز بدعاه ويفوز برضاه ويفوز أنه يوفق إلى حسن طاعتها وبرها ويسأل الله المدد على ذلك لا بد أن ندعو الله بأن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا باب التوفيق إلى بر الوالدين أحياء وأمواتا والبر بالوالدين لا يختص بأنك تبر بيهم أنك تدعلهم حال الحياة فقط لا بل بيكون برضو بعد الموت أيضا الناس فهمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة إنه يدعو بهذا الدعاء بعد الوفاة لا وفي حال حياتهما وبعد موتهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرة فالدعاء للوالدين من البر بيهم أحياء وأمواتا ورد في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤل يعني بتسئل نبي صلى الله عليه وسلم عن معنى أن البر مستمر حتى بعد وفاة الوالدين فسؤل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما يعني بعد ما ينتقل الأب والأم بالوفاة هل هناك شيء أقدر أعمله يبقى البر بتاعي مستمر فقال عليه الصلاة والسلام نعم الصلاة عليهما تدعي لهم والاستغفار لهما تستغفر ليهم وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما كل الخير اللي هم كانوا بيعملوه أنت تحاول تستمر عليه بعد وفتهم حتى الصديق اللي كان للأب أو الصديقة اللي كانت للأم مجرد الود اللي بتودهم ليهم بعد وفتهم ده من البر للأبوين بعد انتقالهم الخير اللي بيعملوه وإنت ربنا قدرك على قدر طاقتك تستمر في الخير اللي كانوا بيعملوه في حياتهم فده من البر بعد الموت وإنك تدعي لهم وإنك تستغفر له وإنك تود القرابة بتاعتهم إخواتك وأريبك كل ده من البر بالوالدين بعد انتقالهم وأختم بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عشان نشوف أحوال الصحابة الكرام سيدنا أبو هريرة كان إذا أراد أن يخرج من بيته رضي الله عنه وقف على باب أمه أمه كانت معاه فيقف على باب الغرفة بتاعتها ويقول لها السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته وهو خارج عايز يفوز بإيه بالدعوة بتاعتها فتقول له عليك السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته يا ولدي فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرة فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا رضي الله عنه